إزاي المرشحين للرئاسة استفادوا من هذا الفضاء الإلكتروني وتحديداً منصات تواصل اجتماعي في تقديم برامجهم السياسية والوصول إلى الجمهور المستهدف بشكل مباشر؟ أنا شايفة حملة المرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي كانت أكثر استخدامة للمنصات الرقمية بصورة رائعة جداً اعتمادها على المؤثرين خاصة في مخاطبة الشباب إلى جانب طبعاً الفئات الأكبر ليهم ندوات ليهم طرق تانية للتواصل لقدرت أنها تستخدم المؤثرين للتعرف على منجزات الدولة طب إحنا ليه أصلاً نزلين صوت؟ طيب إحنا إزاي أصلاً أنت تدخل النظام الانتخابي عملت مجموعة من الانفوغراف والموشوغراف والبرامج التوعية السياسية على السوشال ميديا كانت رائعة جداً ألف بقى سياسة وغيرها كان عندنا كمان جزء مهم جداً التعريف بالإنجازات وأفلام قصيرة على الديجوتال ميديا كانت بتوجه في الصدد ده فبتالي الشباب يقدر؟ بس أعتقد أن دي حاجة كانت بتميز حملة الرئيس السيسي أنه كان فيه فصل تام ما بين إنجازات الدولة وما بين الأهداف اللي كانت موجودة للحملة يعني لم يتم استخدام أبداً إنجازات الدولة ولا إنجازات بصفة الرئيس السيسي ولكن التعامل كان مع الحملة على المرشح عبد الفتاح صحيح وده كان موجود في كل المنصات كمان حتى في وسائل الإعلام المصرية فدي نقطة قوة إيجابية كبيرة جداً وكمان فكرة إن الحملة زي ما حضرتك شايفها هي مش بس فكرة وسائل إعلام رقمية الإعلام هو اتصال مواجهي هو إعلام رقمي هو إعلام تقريدي هو كل وسائل الاتصال فبالتالي كانت كمان بتستقبل وفود كتيرة من الشباب وبتساعدهم أنهما أقدموا مقترحات نفسها للحملة أي إن كان انتماءهم السياسي فدي نقطة قوة كبيرة جداً وأنا في اعتقاد إن الانتخابات الاستحقاق القادم ده هيكون فيه مشاركة سياسية كبيرة جداً من جانب الشباب وده مش مجرد كلام بنقول لا فيه مؤشرات لده إحنا بنتكلم على حد زي رئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الدولة عمل تمكين للشباب باستراتيجية التمكين أطلق برامج كتيرة لتأهيل الشباب للقيادة زي البرنامج الرئاسي أطلق كمان مجموعة كبيرة من مؤتمرات الشباب اللي مش بتركز على الشباب في الموضوع المركزية لا أنا رايح كل مكان وبسمع الشباب وبحول مقترحتهم لمشاريع تدخل حيث التنفيذ فالحملة قدرت إنها توضح ده وتبين ده وعندنا أكبر نسبة تمثيل سياسي للشباب في البرلمان وعندنا كمان أمنات الشباب في الأحزاب السياسية فالحقبة السياسية اللي نعيشها حالياً الشباب متصدر المشهد قولاً وفعلاً مش بس زي الحقة بالسابق أنا بتكلم عن الشباب بسرعة مش موجود في المشرط أصلاً فدي نقطة مهمة دكتورة سارة إنه هو فكرة الاتهام دايماً الموجه للشباب إنه في حالة عزوف صحيح ولا مبالاة سياسية وإنه بيكتفي فقط إنه يعني يعمل شوية كومانس على الفيسبوك لا هو بينزل وبيصوت وفي مشاركة إيجابية وفعالة وفي سلوك تصويت ينشوفه على الأرض منصات الرقمية دي كلها دكتورة سارة إلى جانب هميتها والإيجابيات اللي حضرتك أشرت إليها في عرض البرامج السياسية في رفع حالة الوعي في جوانب أخرى كمان فيما يتعلق بحملات التشكيك في بعض الشائعات والفبركات اللي احنا بنشوفها للأسف بتهدف إلى تزييف الوعي بش تنوير الوعي لا بنشوف حالة من حالات تزييف الوعي بترصدي ده إزاي وإزاي إحنا كشباب أو كمتعامل مع مثل هذه المنصات يتعامل مع هذه الأفكار في حاجة مهمة جدا أنا مؤخرة لقيتها دايما في أوقات الانتخابات بيحصل هذا النوع بتشريك في كل الانتخابات في العالم وإن تبقى وسائل العالم معادية أو جهات معادية تبدأ تشكك في كل حاجة في نزاعة الانتخابات في صدق المرشحين في غيره لكن الميزة عندنا مؤخرا إن الشباب عندهم ارتفاع للوعي السياسي بمعنى إيه؟ في فترات سابقة كان الشباب ما بيشاركش في صناعة القرار فهو مش شايف حاجات كتير ما كانش عنده منصات عشان يعبر عن نفسه كان مثلا يجيبوا وقت احتفالات معينة وبعد كده مش موجود لكن الشباب دلوقتي فيه حالة من الثقة السياسية بين رئيس السيسي وبين الشباب لأنه هم شايفينه عمل واحد اثنين ثلاثة فبالتالي ما بتبدأ حملات التشكيك شايف المنجزات دي بشكل ما شارك في برامج التأهيل شارك في برامج الأكاديمية الوطنية بيبدأ هو يتحول تمام لأداة لمواجهة بقى حملات التشكيك دي وزي ما قلت الحديث يمكن في البداية كان فيه أكتر من حملة شعبية زي الله سيسي وغيرها كانت حملات شعبية يعني موجهة لدعم رئيس السيسي ودعم الإنجازات الموجودة بالفعل